السلام عليكم اليوم إن شاء الله رح نبلش بآخر وحدة لوحدة القياس رح ناخد الدرس الأول هو وحدات قياس الزمن قبل ما أبلش بالدرس فرصة كتير حلوة إنه نحكي اليوم عن أهمية تنظيم الوقت الوقت إشي كتير مهمة بحياتنا ولازم إحنا نستغل كل ثانية وكل ساعة وكل دقيقة بتمر ونحقق أشياء مفيدة ونستثمر وقتنا خاصة إنه إحنا هلأ معطلين وعادين بالبيت فحلو إنه نعمل الأشياء المفيدة لو نعمل جدوال ونخطط شو أنا بدي أعمل بوقتي شو بدي أستثمر بوقت فراغي وأحقق الفائدة وننفع أنفسنا وننفع أخواننا وأهلنا بالبيت لأنه الوقت إشي كتير مهم وإحنا محاسبين عليه تك 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 ماذا فعلت بوقتك لا يتردد لا يتمدد بل ينضي قدما لا يوقفه أحد لا ينتظر لا ينحصر لذا من الأفضل ألا ينهدر إن شده خيرا صديق يأخذ بك إلى أفضل طبيق يجعلك في المقدمة بشعل منه رفقا ومعلمة ماذا فعلت بوقتك ماذا فعلت بوقتك ماذا فعلت بوقتك لوضه في عقاربك أو على دارك أو جداولك إنه الوقت خير شريك لكنه أقوى أقوى منفسي طيب الآن بعد ما حكينا عن أهمية تنظيم الوقت وأنه كتير مهم نبلش بالدرس هلا إحنا بنستخدم محدات قياس الزمان كتير بحياتنا اليومية من خلال كتير أنشطة إحنا بنعملها فمثلا لو بدنا نيجي نرسم هاي الدائرة إحنا تعلمنا كيف نرسم الدائرة تمام فإنت بترسم هاي الدائرة بتكون موسوط بتروح تحكي لأماما والله أنا تعلمت بالرياضيات كيف أرسم الدائرة وأخذت معي بتروح تحكي لأماما أخذت معي ساعة وأنا برسم بالدائرة ولا يوم وأنا برسم بالدائرة ولا بتوعد تحكي لها يا دوب ثواني أخذت معي رسم الدائرة إذن الأنسب إنه رسم الدائرة أخذ معنا ثواني إذن هون إحنا عبرنا عن الوحدة قياس الزمن المستغرق في رسم هاي الدائرة بالثواني طيب بالصلاة إحنا كنا شطورين ومنصلي فلما يقدم نجي بدنا الروح نصلي هلأ إنت بتحكي أنا بدي أصلي وهلأ الصلاة رح تاخد مني وقت ثانيتين ولا يدوب أكمل ثانية معقول إذن لا إذن الصلاة أنا بعبر عن وحدة قياس الزمن المستغرقة في الصلاة بالدقائق بحكي أنا صلاتي بتاخد مني 20 دقيقة 15 دقيقة مثلا طيب لما نكون إحنا في المدرسة إن شاء الله على خير بنرجع على المدرسة هلأ إنت بتجي بتقضي أكمل دقيقة بالمدرسة وبتروح ولا بتقضي وقت بالساعات مش أنت بتقضي 8 ساعات دوام في المدرسة إذن إحنا عبرنا عن وحدة قياس الزمن اللي إنت بتستغرقها في المدرسة بالساعات إذن 8 ساعات دوامنا ما بقدر أحكي لا 8 ثواني ولا 8 دقائق طيب لو إنت بتك تروح مع أهلك بتسافر تروحوا رحلة وبتحكوا إحنا بدنا نروح مثلا على العقبة ونوعد 3 أيام إذن إحنا هون عبرنا عن وحدة قياس الزمن المستغرقة في السفر إلى العقبة والفترة اللي رح تعد فيها بالعقبة هي إيش؟ 3 أيام إذن هون وحدة قياس الزمن المستغرقة هي اليوم إذن زي ما حكينا وحدة قياس الزمن بنستخدمها كتير بحياتنا اليومية وبكتير أنشطة في حياتنا طيب الآن نأخذ المثال الأول صفحة 128 أمضى فيصل 7 ساعات ونصف في قطف ثمار الزيتون احسب الزمن الذي استغرقه فيصل في عملية القطف بالدقائق ثم بالثواني أول إش لما بدي أعرف الزمن الذي استغرقه فيصل بالدقائق أنا بالسؤال ما أعطيني ساعات وبيدي أحوله لدقائق إذن ساعات وبيدي أحول لدقائق هاي الساعات وبيدي أحول لدقائق أنا نازل الدرج فمن ساعة إلى دقيقة بدي أضرب بستين فإذن سبع ساعات ونصف ضرب ستين أربعمية وخمسين دقيقة إذن السبع ساعات ونصف بالدقائق بتعادل الأربعمية وخمسين دقيقة ضرب عملية كتير سهلة طيب بدي أعرف كمان الزمن اللي استغرقه فيصل بالثواني إذن هو ما أعطينيها بالساعات فأنا بدي أحوله إيش لثواني يعني برضو نازل الدرج فبدي أضرب بستين مرتين بالفرع الأول إحنا ضربنا بستين وطلعنا بالدقائق هلا بدي أطول الزمن بالثواني فرح أرجع أضرب بستين مرة تانية فالناتج اللي طلع معي بالدقائق اللي هو أربعمية وخمسين رح أرجع أضربه بستين فبحصل على سبع وعشرين ألف ثانية إذن السبع ساعات ونصف بتعادل سبع وشرين ألف ثانية يعني كيف أنا حولت بالتفصيل من ساعات إلى ثواني أنا عندي سبع ساعات ونصف لما بدي أحول بثواني أول إيش بدي أضرب بستين هيك أنا بكون حولت لدقائق وبعدا لازم أرجع أضرب بستين مرة تانية عشان أكون حولت إلى ثواني الآن خلينا نشوف هذا المثال مع بعض اختر وحدة القياس المناسبة ثانية أو دقيقة أو ساعة أو يوم لقياس كل من الأزمنة الثانية هي وحدة صغيرة جدا تستعمل لقياس أزمنة قصيرة مثل أن تحبس نفسك فذلك لن يستغرق أكثر من عدة ثواني إذن وحدة القياس المستخدمة للصورة الأولى هي الثانية الدقيقة تستعمل لقياس أزمنة متوسطة مثل تناولك لوجبة الغداء إذن الزمن الذي يمثل هذه الصورة هو الدقيقة الساعة تستعمل لقياس أزمنة طويلة مثل المدة التي يقضيها الطالب في المدرسة أو مشاهدة فيلم على التلفاز الزمن المستخدم لهذه الصورة هو الساعة اليوم يستعمل لقياس أزمنة أطول بكثير يفصلها الليل والنهار مثل عطلة نهاية الأسبوع إذن الوحدة المناسبة لقياس عطلة نهاية الأسبوع هي اليوم طيب الآن وحدات قياس الزمن ممكن إحنا نصنفهم لمجموعتين المجموعة الأولى هي الساعات والدقائق والثواني والمجموعة الثانية هي الأيام والأسابيع والشهور والأعوام هلأ بالنسبة للمجموعة الأولى اللي هي الساعات والدقائق والثواني مهم جدا نعرف إنه الساعة هي بتساوي ستين دقيقة تمام والدقيقة بتساوي ستين ثانية طيب في عنا درج حلو للمجموعة الأولى اللي هي الساعات والدقائق والثواني كأي وحدة عادية ممكن أنا أستخدمها في التحويل اللي هو درجة التحويل كيف أنا بستخدم درجة تحويل في وحدات قياس الطول وحدات قياس الكتلة كمان عنا بوحدات قياس الزمن درج هلأ إحنا حكينا إنه الساعة بتساوي ستين دقيقة الساعة بتساوي ستين دقيقة والدقيقة بتساوي ستين ثانية فلو بدي أجي أعمل هذا الدرج بين الدقائق والثواني ستين وبين الساعات والدقائق كمان ستين ودائما بالنسبة لطلوع الدرج حكينا إنه إحنا نطلع درج أصعب من إنه ننزل الدرج فخلينا نحط على وإحنا طلعين الدرج عملية القسم لإنه عملية القسم بتتطلب مننا شوية وقت أما نتضرب سهل نكون حافزين للضرب بتكون أمورنا تمام فوإحنا نزلين الدرج شو أسهل بيكون علينا الضرب إذن وإحنا طلعين الدرج قسمة وإحنا نزلين الدرج بنستخدم عملية الضرب بين الساعات والدقائق ستين وبين الدقائق والثواني كمان ستين فلما بدي أحول من ساعة إلى دقيقة أنا نازل الدرج فبضرب بستين لما بدي أحول من ساعة إلى ثواني برضو نازل الدرج بالأول رح أضرب بستين عشان بدي أحول من ساعة إلى دقيقة بعدين رح أضرب بستين كمان مرة عشان أحول من دقيقة إلى ثانية بس وإحنا طالعين الدرج راح نقسم إذا بدأ أحول من ثانية إلى دقيقة راح أقسم على ستين وإذا من ثانية إلى ساعة أول إش من ثانية إلى دقيقة بأقسم على ستين بعدين من دقيقة إلى ساعة برجع كمان مرة أقسم على ستين هذا بالنسبة إلى درج تحويل وحدات قياس الزمن من ساعات ودقائق وثواني الآن السؤال الأول صفحة 129 قطعت كوثر المسافة من منزلها إلى مكان عملها مشيا على الأقدام في 42 دقيقة احسب هذا الزمن بالساعات ثم احسبه بالثماني إذن أنا معطيني الزمن بالدقائق بجياني أحوله لساعات بعدين أحوله لثماني إحنا من دقائق إلى ساعات إذن طالعين الدرج يعني بدي أقسم على كم بين الدقائق بالساعات ستين فبدي أقسم على ستين ف42 دقيقة رح أقسمها على ستين طبعاً 42 تقسم ستين على شكل كسر 42 تقسم ستين رح أستفد من درس التبسيط بأبسط صورة لحد أطول ناتج القسمة الستين بتقسم على ستة والتنين واربعين بتقسم على ستة 42 تقسم ستة سبعة 60 تقسم ستة عشرة فالجواب يكون سبعة من عشرة طيب هلأ بالثواني أنا عندي 42 دقيقة بدي أحولها لثاني أنا نازل الدرج هون إذن رح أضرب بستين ف42 ضرب 60 لجواب 2520 ثاني إذن 42 دقيقة بتعادل إلى 2520 ثاني تمام هلأ في عنا ملاحظة يستعمل الرمز اللي هو النقطتين الرأسيتان للتعبير عن الوقت فمثلاً 11 نقطتين 20 تقرأ الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة ميس هلأ أنا دائماً عندي نقطتين رأسيتين تمام هون بيكون عندي الدقائق وعهاي الجهة رح نحط الساعات إذن هون الساعات إذن هون أنا عندي 11 ساعة وفي هون في هاي المكان بدي أحط الدقائق فهون عندي 20 دقيقة فبقرأها 11 ساعة وعشرون دقيقة هلأ المثال الثاني صفحة 129 بدأ شاعر إلقاء قصيدة في مهرجان الساعة طلعا كيف بدأ أقرأ الساعة 9 ساعات و 8 دقائق عكينا النقطتين الرأسيتان هون عندي الساعات هون عندي الدقائق فالتسع ساعات و 8 دقائق واستغرق ساعة و 55 دقيقة في إلقائها في أي ساعة انتهى من ذلك أول إشياء عشان أنا أضبط السؤال بدأ يكون عندي الساعات مكتوبة بشكل واضح هون تمام حط لي 9 ساعات و 8 دقائق بس هون حط ليها بالكلمات أنا بدأ أكتبها بالأرقام باستخدام الرمز اللي حكينا عن النقطتين الرأسيتان ساعة و 55 دقيقة فهون رح نحط النقطتين الرأسيتان هون عندي الدقائق كم دقيقة هو معطيني 55 فبحط 55 دقيقة والساعات معطيني ساعة واحدة الآن نفهم السؤال بكيلي إنه هو هذا الشاعر بلش يلقي قصيدة بلش بالإلقاء الساعة 9 و 8 دقائق واستغرق معه وقت ساعة و 55 دقيقة وهو بيلقي فيها إذن أي ساعة انتهى من ذلك؟ طب انبسط السؤال هلأ أنتوا قاعدين على التلفزيون بدكم تحضروا كرتون هلأ الكرتون بلش الساعة 9 مدة هذا الكرتون نصف ساعة أي ساعة بيخلص فبتحكوا هو بلش الساعة 9 تمام؟ زائد مدته اللي هي نص ساعة آمنت الكرتون بدي يخلص الساعة 9 و نص وهو نفس الفكرة بلش بإلقاء القصيدة 9 و 8 دقائق استغرق معه ساعة و 55 دقيقة فشو بدنا نعمل؟ والوقت اللي بلش فيه زائد الوقت المستغرق أنا بعرف متى انتهى من إلقاء القصيدة طبعا بدنا نرتب الدقائق تحت الدقائق في الساعات تحت الساعات النقطتين الرئاسياتين تحت بعض نخلي كل أمورنا مرتبة والأرقام تحت بعض عشان نعرف نجمع صح إذن هو بلش بالقصيد الساعة 9 و 8 دقائق فزائد ساعة و 55 دقيقة 60 دقيقة صح؟ معناته أنا بقدر لسه من هون من الدقائق بقدر أطول منها ساعات صح؟ طيب 63 مش هي عبارة عن 3 زائد 60 أنا بهمني أخذ ليش حطينا 3 زائد 60؟ لأنه أنا بدي أطول ساعة والساعة 60 دقيقة فبدي أكتبها هاي على شكل 60 زائد إشي فهاي 63 هي عبارة عن 60 زائد 3 طيب إذن هاي أنا طولت من الدقائق عندي إيش؟ طولت من الدقائق ساعة اللي هي 60 دقيقة كاملة بتساوي ساعة فهاي الساعة بدي أضيفها للساعات فشو صار عندي؟ 3 دقائق زائد ساعة كاملة هيها 3 زائد 60 هي عبارة عن 3 دقائق زائد ساعة كاملة الساعة الكاملة بدي أضيفها لها عند الساعات العشرة فشو صار عندي؟ صار عندي 11 ساعة وال63 ما إحنا هاي جزأناها لتلاتة وستين وستين ضفتها للساعات شو ظلم للتلاتة وستين تلات إذن صفة عندي 11 ساعة وثلاث دقاء الآن لدينا مسألة صفة 133 خرج مأمون في الصباح لقضاء بعض حوائجه فمكث في السوق 35 دقيقة ثم أمضى ساعة وعشر دقائق في دفع فواتير الكهرباء والماء واستخدم السيارة في التنقل مدة 45 دقيقة انتهى مأمون من قضاء حوائجه ساعة 11 و25 دقيقة احسب الساعة التي خرج فيها لقضاء حوائجه مس فهم السؤال هون مهم كتير فهم السؤال هو نصف الإجابة فتعالوا نقرأ جملة جملة ونشوف احنا شوفهمنا من السؤال عشان نقدر انحله بحكي لنا انه مأمون خرجا في الصباح لقضاء بعض حوائجه ما حدد لي الساعة ما حدد لي الساعة اللي خرج فيها مأمون احنا بدنا نعرف ايش هي او ايش هو الوقت اللي طلع في مأمون من المنزل طيب هلأ هو لما طلع من المنزل طلع شو عمل يعني شو الوقت اللي استغرقه 35 دقيقة في السوم وساعة وعشر دقائق في دفع فواتير الكهرباء وفي اثناء التنقل استغرق 45 دقيقة خلص اموره الساعة 11 و25 طيب هو متى طلع هذا البدوية هلأ هون ازاي كإني اذا انا درت احسب ادش هو اصلا استغرق لما طلع من السوق او لما طلع من منزله اجمالي او كل الوقت المستغرق لما هو طلع من لحظة خروجه من المنزل وانا هي عندي وقت الانتهاء فلو اجي اطرح وقت الانتهاء من كل الوقت الاستغرقه انا هيك بكون اعرفت متى هو طلع من المنزل اذا انا هيك فهمت من السؤال انه ما كثف السوق 35 دقيقة امضى في دفع الفواتير ساعة وعشر دقائق وتنقل بالسيارة 35 دقيقة انتهى بقضاء حوائجه الساعة 11 و25 دقيقة اذا لو انا اجمع هدولت مع بعض هيك انا بكوني اعرفت الوقت اللي استغرقه من لحظة خروجه من المنزل طيب بما اني اعرفت الوقت اللي استغرقه باجي احكي الوقت اللي انتهى فيه ناقص هذا الوقت المستغرق فبكون انا اعرفت متى هو طلع من المنزل باي ساعة فالوقت المستغرق بدي اجمعه ساعة وعشر دقائق اللي قضاها في دفع الفواتير ال 35 دقيقة اللي مكثها في السوق وال 45 دقيقة اللي استغرقها في التنقل بالسيارة فطلع معي ساعة وتسعين دقيقة التسعين دقيقة هاي حكينا انه بقدر اطول منها كمان ساعة فالتسعين هي عبارة عن ستين وثلاثين فهاي الستين هي عبارة عن ساعة بضي اضيفها للساعة اللي عندي هون فستين ساعة زائد هاي الساعة صاروا ساعتين وعدد دقائق كم صفه من التسعين وثلاثين فهو الوقت اللي استغرقه من لحظة خروجه من المنزل في هاي الامور هو ساعتين وثلاثين دقيقة طيب هو انهى اموره في الساعة 11 و 25 دقيقة اذا وقت الانتهاء ناقص الوقت المسترق هيك انا بعرف الساعة اللي هو خرج فيها من المنزل فباجي احكي 11 و 25 دقيقة ناقص الساعتين وثلاثين الآن نبدأ بتمارين ومسائل صفحة 134 احسب كل مما يأتي بالوحدة الزمنية المقابلة مدة اعلان على شاشة التلفاز 30 ثانية بالدقائق حكينا لما بدي احول انا من ثواني الى دقائق يعني احنا هون طالعين الدرج صح من ثواني الى دقائق يعني نقسم على كامعة 60 ف30 تقسيم 60 تطلع الجواب 5 من 10 طيب في رعبة جلست امو احمد 15 دقيقة تسبح بعد الصلاة بدي يعني هدول 15 دقيقة احسبهم بالساعات وبالثواني الآن هو ما اعتني اياها اصلا بالدقائق فلما بدي احول انا من دقائق لساعات انا طالع الدرج فبقسم على 60 فلما بدي احول من دقائق الى ساعات بدي اقسم على 60 ف15 تقسيم 60 بيطلع 25% ولما بدي احول من دقائق الى ثواني احنا نزلين الدرج فبنضرب ب60 ف15 ضرب 60 بساوى 900 ثانية جيم يمكث على في عمله 8 ساعات بدي احول من الساعات للثواني اذا اول احول من ساعات لدقائق ومن دقائق لثواني يعني بدي اضرب ب60 مرتين ف8 ضرب 60 ضرب 60 ضرب 60 باقي الافرع رح تكون واجب السؤال الثاني بدأ صحفي كتابة مقال الساعة 5 و 27 دقيقة مساء وانهى كتابته الساعة 10 و 13 دقيقة مساء احسب مقدار الزمن الذي استغرقه الصحفي في كتابة المقال دائما في حساب الوقت المستغرق دائما حكينا بحط زمن الانتهاء بعدين ناقص اللي هي عملية الطرح زمن البدء ف10 و 13 دقيقة ناقص 5 ساعات و 27 دقيقة زي ما هو عندي هون ف10 و 13 دقيقة ناقص 5 ساعات و 27 دقيقة حكينا بالطرح أول إش بشيك على الدقائق بصير أحكي 13 دقيقة ناقص 27 دقيقة لا ما بصير فرح أستلف من الساعات ساعة وهاي الساعة باخدها على شكل 60 دقيقة ف13 زائد 60 و 73 ف9 ساعات و 73 دقيقة ناقص 5 ساعات و 27 دقيقة ايضا بطلع معي الجواب 4 ساعات و 46 السؤال الخامس مسركزو فيه كتير منيح دخل محمد الجامعة بتاريخ 16-9-2011 وتخرج فيها بتاريخ 9-6-2015 ما الزمن الذي استغرقه محمد في الدراسة بالسنوات والأشهر والأيام؟ هلا هذا السؤال زي تاريخ ميلادكم دائما حكينا الزمن الانتهاء ناقص البدء هو بتخرج بـ 9-6-2015 فبدي أحط 9-6-2015 ناقص هو متدخل للجامعة بـ 16-9-2011 لحد هون أمورنا تمام بس حكينا بدي أشيك على الأيام هل بقدر أحكي 9 أيام ناقص 16 يوم؟ لا ما بصير طيب نروح إلى الأشهر بصير أحكي 6 أشهر ناقص 9 أشهر؟ لا ما بصير معناته رح طلع كيف مسرح أمشي بالترتيب الأشهر بده يأخذ من السنوات بده يأخذ منها سنة يستلف منها سنة والسنة هاي رح يأخذها على شكل 12 شهر والأيام بده تستلف من الشهر بتأخذ منه الشهر والشهر هذا بتأخذه على شكل 30 يوم لأنه تقريبا الشهر أو نحن نفترض أن الشهر فيه 30 يوم إذن الأشهر بده يستلف من السنوات السنة بتأخذها على شكل 12 شهر الأيام بده تستلف من الأشهر شهر وتأخذه على شكل 30 يوم بالأول خليني نستلف الأشهر بعدين الأيام تستلف من الأشهر هسا الأشهر بدأت تستلف من السنوات سنة فال2015 رح تصير 2014 الست أشهر رح تاخد من السنوات 12 شهر يعني سنة فستة زائد 12 18 فإذا السنوات صارت 2014 الأشهر صارت 18 شهر والأيام خلينا ننزلها 9 زي ما هي الآن دور الأيام تستلف من الأشهر شهر على شكل 30 يوم فالتسعة زائد 30 تسعة وثلاثين الثمنتاشر شهر إحنا أخذنا ما إحنا استلفنا من الثمنتاشر شهر شهر فرح يصير 17 شهر والألفين وأربعطاش ضلت 2014 الآن بنترح إذن هو قدش يستغرق في الجامعة قدش أعد في الجامعة ثلاث سنوات وتمن أشهر وثلاث وعشرين يوم طيب هيك بيكون إحنا خلصنا الدرس الواجب لدينا السؤال الأول فرع دال ها واو زين السؤال الثالث والرابع والسادس